اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة علامة استفهم دي اصل بتقلقني شوية يا جدعين بس عادي عادي وانا واضح ان هو لعب اصلا مباريات كثيرة بولت وبلتز فظيع في البلتز بس اكاونت جديد برضو شاك دفي عالبيدق اي بايت قصير ماشي ازعم ان لدي في هذا الشكل بعض الخبرة نايت سي فايف على طول كده غريبة قوي غريبة قوي بس هنفهم كل حاجة في معدها ان شاء الله دي خطة انت مذاكرها يعني ولا ايه ما تفهمنا طيب اوكي برضو هنا مفيش ماد خلاص الكلام على دي بقى ولا ايه اوكي ده جاي ياخد البيدق اساسا اوكي اوكي نعايز القطعة واو الفكرة دلوقتي انه عاوز اكل ياكل بالبدأ ده ويلعب الكنج ويجيب الروخت او واو نايس اي لايك اي لايك اي لايك اي لايك اي لايك اي لايك نعمل كده ولا عيب اوكي ده المكان اللي كان هيحط فيه الروخت اصلا صح لايك انهوا ايه اوكي ايه ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انا مش لاقي تكملة التهديد انه هيكل بيدق في بيدق وعايز الفيل لو سحبت الفيل مثلا مكانه هيكل على اي حال بيدق في بيدق بيدق في بيدق وزير في بيدق مش حلو والفيل يشتغل طب الصح ايه؟ مش عارف takes a lot of time وانا وقت بيجري هذا هو الشطرنج فمحتاج اكون يعني اسرع من ذلك انا حاكل بيدق في بيدق وهطلع بالمالك ولعب بسرعة هلعب على الفكرة دي الان الحصان مكتف قدر الامكان الان افكر افكر في فيل في بيدق فيل في بيدق اياكل اديلو كيش انا بفكر في فيل في بيدق دلوقتي لو اكل اديلو كيش يستخبى اطلع بالحصان انا شايفها جامدة الى ان يثبت العكس جماعة لو اكل هتديلو رخف رخف حصان والسرعة اللي بلعب بها دي برضو يعني انا مش فاهم كل ما المعلومات في دمارك تزيد كل ما يبقى عبء اوالله عليك اوكي هاكل هنا هاكل هنا ليه انا كنت مضطر ااكل لو كنت اديته كيشي كان راح فين كان غطى وكنت عملت كده كان حما ما حسبتش بس مش لاحق احسب كل ده يعني ان انا لو خدت في كل نقلة دقيقة حسابات ما هلمطش خلص عشر نقلات يعني هلعب تعالى اوكي دلوقتي ممكن استرجع بعض الماتيريال وممكن انتشر بتمبو اولا دي مهمة جدا برضو كده يعني الوزير ده بدأ يتحبس اوه ممكن يرجع هنا بس ساعتها حاكل المهم ان انا طلعت الفيل بتمبو وعايز اعمل كده واجيب صاحبنا التاني وباكل كمان ده بتمبو على الفيل الاخر ففي كلام حلو في اللي بيحصل ده اوه واو ده في كمان شغل جامد ده في بعد دي ادي له كش الاول اجباري يديني فرق وبعدين ااخد القطعة تخيل اي لاف ات اي لاف ات ادي له كش الاول اجباري يعمل كده اكل وبعدين اكل القطعة هم نايس انديد الناس اللي بتقول علي بقول واو كتير والله العظيم انا في الحياة الحقيقية بقول كده برضو مش رسم لك مش رسم لك وش كده يعني اقبلك به وفي الحياة الطبيعية بتكلم هو ده البنانم اللي قدامك دلوقتي هو اللي بيتكلم في الحقيقة فسامحني والله انا مش ب معلش هو تعود انا تعودت بقالي سنين بتكلم بالشكل ده من ساعة ما دخلت كلية الطب البشري في 2008 2007-2008 وخلصت في 2013 وانا حبيت اللغة الانجليزية جدا واستثمرت وقتي فيها يعني هل في حاجة انا مش شايفة ساعات على فكرة ببقى فاكر ان انا totally winning راجل بكسب من ما جميعه واكتشف ان في نقلة اصلا بتجيب بتجيب اللي يعني خلاص بتخلص وانا مش واخد بالي منها بس هنا ما اعتقدش ان ده موجود يا صديقي علينا ان نجد حلا نجد ان لن كي حتى ولام التعليل تنصب الفعل المضارع عليك ان تتخذ قرارا سريعا ايه الكلام ايه الكلام يا كبير يا كبير يا 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 كبير هو الكلام علي ايه انا مش عارف هو في ايه طيب طب ما ينسحب لو هو متضايق هو بقى له قد ايه في النقلة دي كده مش عارف بقى له قد ايه في النقلة دي لا بقى له مدة لان هو كان معاه تسع دقايق وانا معاه ستة باين احنا تقريبا قاعدين من استنى الباشا بسم الله اوكي بشب هنا اسمحلي عشان دي جاية قاتلة لا هاكل الاول هادي له الكش الاول انا سعيد انا سعيد بنفسي الحمد لله مباراة قوية في 25 نقلة تنتهي انا فخور بالجي فايف يعني تعالوا نشوف كده ايه الكلام ماشي ده مين لاين لعبته في الجولة الاولى من في الجولة الاولى اتش ثري كانت اتلعبتلي وبعد نايت دي سبن بيشب اي ثري في الجولة الاولى من بطولة العين اللي كانت في القاهرة او مهرجان العين للشطرنج نايت اف فور مباشرة اول مرة اشوفها بس هو وضح انه عنده فكرة مزبوطة و ملعوبة نايت اف ايت كوين ايش فايف الشكل وصل على الديتابيز تمان مرات 63% مكسب كوين تي سيفن اكتر نقلة ملعوبة على الديتابيز و جي ثري اكتر نقلة ملعوبة ايه ده انا اول مرة اشوف الخطة ضييف حياتي ملعوبة مين مين ومين ناس الفين ربعميات بس نسبة المكسب واحد وسبعين في المية ايه ده اللي يعيش ياما يشوف قسما بالله انا لعبت هنا شكلها بلندر لعبت جي فايف هي بلندر ورجع بست موف وهنا بست موف العب طبعا هنا دخت جدا هنا مش هارف اعمل ايه ومال بيلعبوا ايه بقى عشان يتعاملوا بيشب دي سافن وعليها بيشب دي تو وبعدين لما يبقى يطلع تاكل تاكل وكوين تسي ايت ايه ده طب لما ياكل نايت جي سيكس ياكل ااكل بقيت انا احسن او واو او واو تخيل لو رجعت كده جي فايف لو مشي وزيره يروح بيشب F3 ااكل ااكل ااكلت الاول بست موف ااكل ااكل ديتو كيش مشي بيشب جي فور بست موف والكيش ياكل ياكل واكل نايت الكيش مباراة لعبة فيها لافتتاح كأنه جي ام ميدل جيم كأنه جي ام بس التاني اللي هو جرد المية بش اللي هو ال واو اتمنى تكونوا ببسطة واستمتعتوا بهذه الحلقة واشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة